موسيقى يعني الترنيم الدينية هي مش مجرد قول وكلمات مضبطين على مسيء أو عم نقولهم هي مجموعة من الأحسيس خاصة بهيدا الأسبوع أسبوع القيامة ونحن الدين المسيحي أكيد يعني من أهم الأعياد هو العيد الكبير عيد القيامة عيد قيامة السيد المسيح حلو الواحد هيك يرنم بهيدا الصوت الحلو ويعبر عن أحسيس وشعور بتخص هيدا العيد ميراي طراباي أهلا سهلا فيك مجور أهلا فيك شو هالصوت الجميل بدون نشاز مع هاللحن الحلو أدي صار لك بترنمي هلأ صار لنا تقريبا أنا وجوزة خمس سنين هيك ماشيين على هيدا على هيدا السكة مثل ما بيقولوا بلشنا فيها بالصدفة وانطلقنا جوزة بيانيست وعم نشتغل سوا كنايس أعراس خدمة خاصة مثلا مثلا هيدا الجمعة كتير كتير عنا ضغط ميراي عندك ملكة الصوت الجميل ليه اخترت هيدا الطريق إذا سح التعبير مش غيره يعني في كتار يمكن أقل منك كمستوى صوت جميل وبيغنوا يمكن بيعملوا سيديات وبيغنوا غنيات عديدة ومنوعة ليه انت اخترت هيدا الطريق بالتحديد علما أنه هيدا شيء منه تجاري نحنا أساسا منه تجاري نحنا أول شي جيين من باكراوند يعني أنا باي ولا جوزة هلأ بدير تسم شماس جيين من باكراوند ملتزم شوي زيادة بالكنيسة وبيعني لنا يعني نحنا بلشنا أنه عم نخدم بالكنيسة انطلقنا لبره بس كمان ضمن هيدا الإطار يعني أكيد الكنيسة بتعني لنا كتير بتعني لأولادة لأقلي لعائلتي وكتر خير الله يعني مطرح ما نحنا مبسوطين وفيه سلام أكيد فيه سلام داخل أصلا هذا بيبين علوج صاري خمس سنين بهيدا المجال شو أضف لك هيدا المجال وشو أضفتيله أف للأضف اللي أضف لي كتير أشياء أنا أول شي كنت عملك عنده ثلاثة ولاد ولادي كتير مبسوطين باللي نحنا عم نعملوا عم بيشوفوا اللي نحنا عم نعملوا عم بيكون كدوة لألون تغيرت حياتنا تغيرت حياتنا دينيا روحيا بس تفوتت ترتل بالكنيسة أول شي بتكون عم تصلي مرتين هيدا محسوبة لنا هيدا أكيد بعدين بتصيري انفولفت أكتر بالنشاطات اللي بتنعمل بالكنيسة مثلا هلأ نحنا عمنا خدمة أسبوع الألام عمنا خدمة الجمعة العظيمة بتصيري أنت فيتي أكتر بالقصص تعني لك أكتر عن قريب أكتر ميراي بهيدي الجمعة بالتحديد بأسبوع الألام اللي ناطرين نحنا قيامة أسيد المسيح شو بيعني لك أنك تكوني واقفة بالكنيسة ومثل ما قالت بالمقدم هي مش قصة أنه كلماته ألحانه مزبطينا ولا ومش عم بتغني ناشيز هي قصة شعوره أحاسيس يا بتوصل وبندق جرسها يا ما بتوصل يا يمكن بترتلي عشر ساعات وكأنه ما عم نسمع ترنيمي هل هيدا الأسبوع باعث إضافة أنك تعطي من زيتك وتعطي من أعسيسك أكتر طبعا طبعا اللي ما بيرتل واللي يمكن بيجي مرة بالشهر كله على الكنيسة بيعني له هيدا الأسبوع كيف يلي بيبقى ناطر كل السنة نحنا جوهر إيماننا قيامة المسيح أكيد ما بدنا نوقف عند الألام نحنا الشرقيين كتير منتأثر ومنروح هيك بالعاطفة ومريم عم بتنوح تحت الصليب وهي مريم كانت واقفة تحت الصليب نحنا الجوهر طبع إيماننا هو القيامة مهم نوقف كلنا نهار الجمعة العظيمة مهم نظلنا عم نتطلع بالقيامة طبعا المسيح ناطرينه وعم نؤمن فيه بيعني له أكيد بيعني له كتير بيعني له أول شيء منكون يعني شيء كتير مؤثر يعني لألنا المسيح دحى كتير كرمالنا كل واحد بيرجع لذاته بهذا الأسبوع نحنا خلصنا الصوم الكبير نحنا فتنا بأسبوع الألام هذه وقفة مع حالنا مع إيماننا أنا وين أنا وين المسيح لك شو عمل كرمالنا نحنا وين منرجع شوي لحالنا وقت للرجوع للذات يعني قبل ما تكون عم بتخدمي بالكنيسة بترجعي لحالك ومنجارب بنقول هيدا شيء مننا للآخر اللي عم يسمع اللي عم بيقدس اللي عم بيصلي ميراي يلي بده يمشي بهذا المجال في كتير بيقوله مش ضروري روح يتعلم موسيقى أنه فيه كون صوته جميل عنده جميل الصوت يعني موهبي إذا بدك وبيمشي بهذا المجال غير أنه مثلا يكون مطرب على مسرح ويقدي أغنيات لأ بده روح يتعلم موسيقى وما إله هنالك هلأ الصراحة أنا بشوفها مع كوسي أنا مش بتعلمي موسيقى وبيطلع بغانه شو ما بده لأ بتعلم موسيقى عبرتله بس أنت كيف بتشوفي الموضوع باخد كورات عم بعمل غنى شرق عرفت حلو تنمي وتغزي هذه الموهب اللي عندي كيها أنا ما عمقولة عم تجي من background zero عم بيكون عندي هذا ال background وعم بيجي أنا نمي وغزي عرفت كرمال يكون أول شي عندي مع الموجودين يعني وبعدين بتتطوري بتتقدمي فبيساعدوا بعضهم أكيد إذا ما في موهب قد ما تعلمت ما رح تتوصل إلى المطرح يعني فيس فرسة شو بتقولي لكل الأصدقاء يلي هلأ عم بيتيبعونا للسيدات اللي مثلك عندهم ملكة الصوت الجميل وبحبوا يمشوا بهيدا المجال بطريقة الترانيم الدينية يلي مثل ما قلت هي بتعطي السلام الداخلي والسلام الخارجي سبحان الله بس تطلع على رجل تحسي مرتاح يلي عم بيقدي هيدا الشي شو بتقالي يلون أول شي للي عم بقولونا بهيدا الفترة فترة الصوم أنا بقول لهم صوم مبارك وإن شاء الله يا رب نعيد كلنا مبسوطين ومرتاحين للصبايا يلي عندهم صوت حلو ويلي بيحبوا ما حاضرا هيك من هو وصغير ما كان عنده هذا الحلم يلقط ميكروي غني يعني بقول لهم إذ نفر توليت أنا على الستة وعشرين سنة بلشت وكاتر خير قال له مطرح ما نحنا وشو عم نعمل أنا كمان عم بيكتب أغاني وهيكي عم بيكتب تراتيل مطرح ما نحنا كتير حلو ولا مرة نوقف مطرح ما نحنا ولا مرة أقول ما بيقدر أعمل عطول بتطلع لقدام ما بتطلع لورا بعد عشر سنين بتطلع أقول أنا شو عملت أنا وين وصلت وكمان أبدي ضل كفة كتير بشع نعيش بلا بروجيات لقدام عطول لازم يكون عندنا هيكي نتطلع لبعدنا يعني أمل أمل ببكرة وأمل أكيد مع كل الضغطات يلي عم نعيشها شو بتطلبي مني يسوع المسيح ميراي بهيد العيد شو بتقيله شو بتتمني منه من يسوع بقل له مثل ما أنه هو علمنا أنه عطول نحب وما بده مننا إلا نحنا نحب بقل له عطول عينك علينا نحنا أكيد تعبانين وكتير تعبانين بلبنان المسيحية والإسلام يعني كلنا تعبانين بقل له هيكي حط إيدك بقلبنا حط إيدك علينا خليكم باركنا وبارك عيالنا وأنا عطول بقول له بلبنان في شارم إيرازي ستيبل وفي قوة مش طبيعية برغم كل شي عم نقطع فيه لبنان بعده كتير منيح وشعبه بعضهم بيدحكوا بعضهم بيفكروا بالأمل بعض عندهم هيكي شعور لقدان فبعتقد هذه قوة من عنده مش من عنده شو ما نعمل نحنا ما منقدر إلا ما نفقد الأمل هو بيشيلنا يعني على رجاء القيامة نحنا دايما منقول على رجاء القيامة وعلى رجاء قيمة لبنان من الكبوي اللي هو فيها أنا بدأ أشكر وجودك معنا ميرايا طراباين مرنمي على أنه تعدينا أنه دايما نضلي ماشي بهذا المسار لقد نبقلك كتير مرسي ألا أكيد أهلا وسهلا فيك أهلا وسهلا أصدقائنا المشاهدين نحن لنروح لبريك صغير ونعود لين وتابع برنامجنا ترجمة نانسي قنقر